من لحظات حياته في المتارس والخنادق باليأس أو بالإلهزام رغباً فعالية عسكرية في أهم قاعدة عسكرية في البلد وبحضور قيادة الصف الأول للجيش كل ذلك لم يمنع طائرة مسيرة من استهداف فعالية كهذا والوصول إلى منصة الحفل خمسة قتلى وخمسة عشر جريحاً من الجنود والضباط في قاعدة العند العسكرية وسط ظهول رسمي وشعبي حول الفشل الاستخباراتي للشرعية والتحالف وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية مثل هذا التجمع لأهم قيادات الجيش ميليشيا الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن الحادثة وفي حين لم ينتهي بعد صدى كلمات المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بالأمس وتمسكه بمشاعر التفاؤل بتحقيق حل سياسي للأزمة اليمنية تأتي مثل هذه الجرائم لتذكر الجميع بطبيعة الحركة التي يراد إجبار الجميع على التعامل معها بوصفها طرفاً سياسياً وشريكاً في معدلة السلام اليوم بدى الجيش هشاً وكأنه تائه وسط أعداء كثر وظهر قادة الجيش وكأن ليس لهم من الأمر شيء فمن يملك الأمر في البلاد إذن؟ انصراف التحالف نحو بناء تشكيلات عسكرية موالية له في المناطق المحررة على حساب مؤسسة الجيش كان له الأثر الأكبر في إضعاف الجيش الرسمي وإفراغه من نفوذه الطبيعي كجيش للدولة أجهزة الاستخبارات وهيئة الأركان والحرس الرئاسي أصبحت مؤسسات غير فاعلة بسبب طريقة تعامل الرياض وأبوظبي الأمر الذي يجعل البلد في أيدي ميليشيات خارج نطاق الدولة سواء في صنعاء أو في عدل الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر ينتظر أن يكون لهما موقف إزاء هذا الوضع الهش للجيش بعد أربع سنوات من البناء والتمويل والتسليح لا سيما وأن المستهدفين اليوم في حادثة العند محسوبون على الرئيس هادي كما يقول ناشطون